منذ السابيع كثيرة نحن نسمع هذا الاسم أبو ولاء بسبب واحد هو الاسم الوحيد الذي تعرفه وسائل الإعلام الألمانية ولكن لو قرأنا الجراءة الإنجليزية والبريطانية فسوف نعرف أن هناك المئات والألاف من الأسماء ليس فقط أبو ولاء هناك شبكات فقط عفوا للمعلومة فقط للمعلومة أن مثلا صفحته على الفيسبوك لديها 25 ألف منكسب إلى هذه الصفحة بمعنى أن هناك تحرك قوي للسلفية هنا بالطبع نعم هناك تحرك قوي لديهم لأنهم يستفيدون من حريات دولة القانون وهي حريات متاحة لجميع المواطنين والأشخاص الموجودين على أراضيها يستفيدون من ذلك ويستخدمون ذلك ضد الدولة أبو ولاء وغيره من الأشخاص أنا أستطيع أن أذكر مئات الأسماء من أمثاله ولديهم أيضا صفحات على فيسبوك وفي الشبكات الاجتماعية وكلهم يطبلون من أجل الجهات ولكن كيف يمكنهم ذلك؟ هم يفعلون ذلك لأنهم مؤدلجين من الخارج أنا متأسف جدا من السعودية من الكويت من البحرين ليس فقط بالمال إنما أيضا بالإديولوجيا والأفكار يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة يسافر الإنبياءات من السعودية من مصر وهم دعاة ويدعون للقتل في ألمانيا يدخلون ألمانيا نحن رأينا النتيجة قبل يومين في برلين